بسم الله الرحمن الرحيم محزبة التكاليف والإدارية 2 تابع الوحدة الثالثة المقياس المتوازن للأداء وتحليل الربحية الاستراتيجية المقياس المتوازن للأداء ما هو؟ البالانس دي سكور كارد واتز هو إحدى تقنيات المحزبة الإدارية الاستراتيجية ويتميز هذا الأسلوب عن غيره من أساليب الرقابة وتقويم الأداء في الجمع بين مقايس الأداء المالي ومقايس الأداء غير المالي التي تتصب بسهولة تتبعها وربطها باستراتيجية المنشأة هو أداة لقياس تقدم المنشأة نحو تحقيق أهدفها الاستراتيجية من خلال ترجمة رسالتها وأهدفها إلى تيكتيكيات ومقاييس نحو مجموعة من المنظورات هو نظام يقدم مجموعة متمسكة من الأفكار والمبادئ وخارطة مصار وخارطة مصار شمولي للشركات لتتبع ترجمة الرسالة في مجموعة متربطة لمقاييس الأداء تساهم هذه المقاييس في إنجاز الأعمال ووضع استراتيجية الأعمال واتصال الاستراتيجية بالأعمال والمساعدة في التنصيق بين الأداء الفردي والتنظيمي وصولا إلى أهداف المنظمة هو آلية لتطبيق الاستراتيجيات ومتابعة الأداء بناء على الخطط المرسومة والنابعة بدورها من استراتيجيات المنشأة هو نظام إداري وليس فقط نظام قياس يبهو نظام إداري وليس فقط نظام قياس الذي يجعل المنشأة قادرة على بيان رؤيتها واستراتيجيتها وترجمتها إلى أفعال وهي تزود الإدارة بالتغذية العكسية لعملياتها الداخلية ومنتجاتها الخارجية من أجل التطوير المستمر لأداء ونتائج استراتيجياتها يقصد بعبارة المقياس المتوازن للأداء أن التقييم يجب أن يعكس توازن بين عدد من العناصر الهامة المشتركة في الأداء المؤسسي والمقياس ليس وسيلة لتسجيل النتائج التي تحققت بل هو مؤشر لتوقع نتائج معينة في المستقبل ترجمة نانسي قنقر